بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي الطلاب في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء موضوعنا لهذا اليوم نظرية الانفجار العظيم ولكن في البداية دعونا نستذكر درسنا السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق تكلمنا عن تطور الكون وأخذنا الفكرة العامة بعد ذلك تطرقنا إلى حقائق فلكية وكذلك تطرقنا إلى النجم النيتروني وتساءلنا من خلال التجربة الاستهلالية هل يتمدد الكون كتمدد البالون وبعد ذلك تطرقنا إلى التحليل لهذه التجربة وقارننا ما بينها وما بين ما يحدث بالكون من عملية التمدد بعد ذلك تطرقنا إلى موضوعنا الذي هو نشأة الكون أخذنا الأهداف ومراجعة للمفردات وكذلك مفردات جديدة مرت معنا وسوف نتطرق عليها في مواضيع قادمة بالتفصيل لهذه المصطلحات وتطرقنا إلى الفكرة الرئيسية وربطنا مع الحياة ونشأة الكون وعملية الافتتان الناس بروعة السماء والتساؤل إلى ما سوف تأول إليه بعد ذلك تساءلنا ما الفائدة من نشأة الكون وتطورهم وكذلك تطرقنا إلى حسب الوصف العلمي الحديث للكون ذكرنا بأنه هو ذلك الفضاء الشاسع الذي يحتوي على أعداد ضخمة من المجرات والسدم والكواكب بالإضافة إلى الكواكبات بعد ذلك ذكرنا بأن عملية دراسة أو فهم نشأة الكون بتفيدنا في عملية أو في الظواهر الفيزيائية والكيميائية للكون وكذلك اهتمام البشر على مر الأزمنة والعصور بالظواهر المرتبطة سواء كان بعملية شروق الشمس أو غروبها أو كذلك تعاقب الليل والنهار وخسوف القمر وكسوف الشمس وكذلك مراقبتهم للسماء والنجوم المختلفة والاستدلال من هذه النجوم وكذلك في العبادات في الإسلام كأوقات الصلاة وعملية الشروق وعملية القروب وكذلك بالنسبة لعبادتي الصيام والحج بعد ذلك تطرقنا إلى لماذا ندرس الكون تطرقنا في مهن متعلقة بعلوم الفضاء سواء كان كالفلكي اللي يتحرى أهلة الشهور القمرية وكذلك بالنسبة للفلكي التي يمارس مهنته في القبب الفلكية وعملية العروض المحاكية للسماء بعد ذلك تطرقنا إلى الاختلافات ما بين علوم الفلك أو علم الفلك وعلوم الفضاء والفيزياء الفلكية وكذلك علم الكون وتطرقنا لكل مجال لأمثلتهم بعد ذلك تطرقنا إلى الكون كعلم أساسي وعرفنا الكون بأنه كل ما يحتويه الفضاء والأرض كل ما يحتويه الفضاء والأرض والقمر والكواكب الأخرى والأقمار التابعة لها بعد ذلك تطرقنا إلى وفرة الهايدروجين والهيليوم وكذلك إشعاع الخلفية الكونية وتعرفنا إلى ما المقصود بإشعاع الخلفية الكوني موضوعنا لهذا اليوم سوف نتطرق إلى الانفجار أو نظرية الانفجار العظيم والتي بعض العلماء أو بعض المراجع بعض الكتب تقول بأنها هي منبع أو هو المكان التي بدأ عملية تشكل أو تمدد للكون في البداية نتساءل سوية ماذا تعرف عن الانفجار العظيم الانفجار أو نظرية الانفجار العظيم تعد الأكثر قبولاً بين علماء الفلك من بين عدة نظريات حيث نصت نظرية الانفجار العظيم على أنه في لحظة معينة منذ ما يقارب من 14 مليار سنة كانت المادة والطاقة الموجودة مركزة في منطقة حجمها متناهي الصغر وجميع قوى الطبيعة متحدة وهي القوى النووية والقوى الكهرومغناطيسية وكذلك قوة الجاذبية ثم بعد ذلك بدأ الكون في التمدد وتناقص في درجة الحرارة بمعدل سريع جداً ومع مرور الزمن انخفضت درجة الحرارة إلى 1500 تريليون كي واكتسبت القوى الطبيعية خصائصها الحالية كما أن الجسيمات الأولية والتي تعرف باسم الكواركات والليبتونات كما هو واضح معنا في الشكل ما هي إلا عبارة عن وحدات البناء الأساسية للمادة تتحرك في درجات حرية مختلفة في مستويات الطاقة وعندما تمدد الكون وأصبح بحجم المجموعة الشمسية امتلأ الكون بكل المادة التي يمكن قياسها وفي هذه المرحلة ما الذي حصل؟ حصل اندماج الكواركات وكونت نيترونات وبروتونات كما هو موضح في الشكل 2-1 يوضح هذا الشكل تشكل النيوترونات والبروتونات من الكواركات قد يتساءل البعض من أين أتى مصطلح الانفجار العظيم دعونا نتعرف مع بعضنا البعض في البداية ولمدة طويلة من عمر البشر افترض علماء الفلك أن السماء وما يوجد فيها هو أمر ثابت لا يتغير إلا أنه في عشرينيات القرن الماضي أظهرت ملاحظات الفلكي الأميركي إدوين هابل أن المجرات ليست ثابتة في الكون بل كلها تتحرك وتبتعد عنها وقد ساهمت فكرة تمدد الكون هذه كثيرا في ولادة ما يسمى بنظرية الانفجار الكبير تمكن الباحثون من تجميع جدول زمني تقريبي للأحداث الرئيسية في حياة الكون سوف نعرضه فيما يلي أولا لحظة من الزمن وطبقا لنظرية الانفجار العظيم نشأ الكون من حالة عظيمة الصغر وعظيمة الكثافة وعظيمة الحرارة تسمى حالة انفرادية ومنذ ذلك الحين يتمدد الكون منتفخا حاملا معه المجرات مثلما تجربت البالون قبل النفق وبعد عملية النفق في الشكل اللي واضح أمامنا يبين المسافات التي تبتعد عنها هذه النقاط خلال عملية التمدد أو عملية الانتفاق وكذلك تقلص المسافة عندما تتقلص هذه البالون ما هي نقطة التفرد التي تطرقنا لها في السابق هي نقطة أو النقطة المفردة وترى نظرية الانفجار العظيم أن الكون الواسع الضخم بدأ في الأساس من نقطة صغيرة جدا وشديدة الكثافة تعرف باسم نقطة التفرد أو النقطة المفردة وفي هذه النقطة كان كل من المكان والزمان والمادة والطاقة مضغوطين في منطقة صغيرة جدا وساخنة جدا أيضا بعد ذلك لدينا عصر التضخم الكون بعد الانفجار العظيم كان من الممكن أن يتوسع الكون بشكل كبير مما يؤدي إلى فصل وتمزق أجزائه التي كانت على اتصال وثيق سابقا لكن هذا لم يحدث وتعرف أو تعرف هذه الحقبة افتراضيا باسم التضخم التي يحبذها علماء الكونيات والسبب في ذلك لأنها تفسر سبب تشابه المناطق النائية في الفضاء مع بعضها بعضا على الرغم من أنه تفصل بينها مسافات شاسعة أيضا لدينا هنا العصر المبكر في هذا العصر بعد بضع ملي ثانية من بداية الزمن كان الكون المبكر حارا جدا بلغت حرارته ما بين أربعة وستة تريليونات درجة مئوية إلا أنه مع توسع الكون بدأ يبرد وسرعان ما أصبحت الظروف معتدلة بما يكفي لتتحد الكواركات معا فيه بروتونات ونيوترونات أيضا لدينا من ضمن المراحل الدرات الكون الأولي في الدقائق الثلاثة الأولى من حياة الكون اندمجت البروتونات والنيوترونات معا مكونة نظيرا للهيدروجيم بالإضافة إلى الهيليوم وكمية صغيرة من الليثيوم ولكن بمجرد انخفاض درجة الحرارة توقفت هذه العملية وأخيرا وبعد ثلاثمائة وثمانين ألف سنة من الانفجار العظيم كانت الأشياء باردة بدرجة كافية بحيث يمكن للهيدروجين والهيليوم أن يتحدى مع الإلكترونات الحرة كما أصبح بإمكان الفوتونات التي كانت تصطدم بالإلكترونات سابقا أن تتحرك الآن دون تدخل مما خلق الخلفية الكونية كما هو واضح معنا في الصورة الميكروية التي هي CMB بقايا هذا العصر التي تم اكتشافها لأول مرة في عام 1965 بعد ذلك لدينا العصور المظلمة في هذه العصور المظلمة ولفترة طويلة جدا من عمر الكون حوالي 100 مليون سنة لم ينبعث أي ضوء لذا أطلق عليها العصور الكونية المظلمة ولا تزال دراسة هذه الحقبة صعبة للغاية والسبب في ذلك لأن معرفة الفلكيين بالكون تأتي بالكامل تقريبا من ضوء النجوم ومن دون أي نجوم من الصعب معرفة ما الذي حدث أو ما يحدث النجوم الأولى بعد حوالي 180 مليون سنة من الانفجار العظيم ما الذي بدأ يتكون لدينا؟ بدأ الهايدروجين والهيليوم في توليد درجات حرارة جهنمية أضاءت النجوم الأولى فدخل الكون بذلك مرحلة الفجر الكوني أو إعادة التأيّن التي انتهت تقريبا ووفقا للعلماء بعد حوالي 500 مليون سنة بعد الانفجار العظيم حيكل الكون الواسع في هذه المرحلة بدأت المجرات الصغيرة المبكرة في عملية الاندماج معا في مجرات أكبر وبعد حوالي مليار سنة من الانفجار العظيم تشكلت الثقوب السوداء الهائلة في مراكزها منتصف عمر الكون استمر الكون في التطور خلال عدة مليارات من السنين التالية وتكونت ببطء المجموعات المجرية والقيوط الطويلة من الغاز والغبار منتجة شبكة كونية خيطية جميلة يمكن رؤيتها اليوم سؤالا لهذا اليوم اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي الأكثر قبولا بين علماء الفلك من بين عدة نظريات هل هي نظرية الكون نظرية تجاذب الأقطاب نظرية الانفجار العظيم نظرية الفلك أحسنت بارك الله فيك الجواب الصحيح هي نظرية الانفجار العظيم التي كانت أكثر قبولا بين علماء الفلك من بين عدة نظريات أيضا السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي هي وحدات البناء الأساسية للمادة تتحرك في درجات حرية مختلفة من مستويات الطاقة هل هي البروتونات الكواركات واللبتونات والنواة أم الزرة أحسنت بارك الله فيك هي الكواركات واللبتونات في السؤال الرقم الثلاثة ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي ألف لفترة طويلة جدا من عمر الكون حوالي تقريبا مئة مليون سنة لم ينبعث أيضا لذا أطلق عليها العصور الكونية المظلمة هل الإجابة صحيحة أم خاطئة أحسنت بارك الله فيك الإجابة صحيحة فقرب نقطة التفرد أو النقطة المنفردة وفيها كان كل من المكان والزمان والمادة والطاقة مضغوطين في منطقة صغيرة جدا وساخنة جدا أيضا هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة أحسنت بارك الله فيك الجواب صحيح هذه العبارة صحيحة نقطة التفرد أو النقطة المفردة وفيها كان كل من المكان والزمان والمادة والطاقة مضغوطين في منطقة صغيرة جدا وساخنة جدا أيضا الخلاصة تطرقنا في نظرية الانفجار العظيم بأنها هي أكثر السيناريوهات الكونية المستخدمة لدراسة بداية الكون كذلك تطرقنا بأن هذه النظرية تقول إن الفضاء كله كان مركزا مركزا أو مركزا في نقطة واحدة شديدة الكثافة والحرارة رقم ثلاثة وفقا لفرضية الانفجار العظيم كان الكون يمتد في جميع الاتجاهات منذ نشأته هنا لدينا أيضا هذه الصورة توضح لنا عملية الانفجار والعظيم وما حصل من عملية توسع للكون شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته